جديد بعد وصولي إن شاء الله خمستعشر ألف متابع خمستعشر ألف مشترك سبحان الله بس أبل ما أبدأ بالحديث خلينا أنا أفتح هنا الصفحة مشان أنا أحسن أقرأ تعليقات من اللابتوب وأنتظر تعليقاتكم شوف إذا الصوت واضح ولا لا بسم الله إذا ما في حدي على البصر إلى الآن صوت واضح خلينا أطفي الصوت منه ألو تمام السلام عليكم ومعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جتقون الله خير أهلا وسهلا فيك أخي أول شي بحب أشكركم يا شباب على صراحة الخمستعشر ألف متابع سبحان الله أول سنتين من اليوتيوب تقريبا بهذه القناة طبعا فيه عندي كان قناة قبل حزفته أول سنتين الحمد لله حصلت على عشرة ألاف متابع من شهر اللي فات شهر اللي فات حصلت يعني كان وصلنا إلى العشرة ألاف أخوة أخوة ولكن في آخر 28 يوم الآن آخر 28 يوم أربعة ألاف ومئتين أربعة ألاف ومئتين وأربعة وعربعين متابع إن الشهر الأخير حصلت على خمستلاف متابع ما شاء الله شي مطبيعي عشرة ألاف بسنتين وخمستلاف بشهر سبحان الله كان موحي معناها بس خمسة وثلاثين شخص أنا لهلا ما بعرفش تغير على اللايف يعني مضبوط صراحة يعني سامحوني يعني إذا اللايف ما زابط أكيد بس عكل حل كان مالي خلق إنه أنا أصور فيديو واشتغل عليه فقلت إنه أطلع بس مباشر نتكلم معاكم زال أنا كمان اليوم عندي أوف يعني ما عندي شغل خلينا أنا أقرأ التعليقات إذا في حدي عنده سؤال كم مدة فيديوة الزواج المطبوعة على الجواز سفر أربع سبيع مدتها أربع سبيع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عيروني ربما رفضت اسمك صح عيروني ولكن طلبت مني أنت فيديوهات عن الشاحني ساويت فيديوهات عن الشاحني بس ما شفت عديقاتك ما شفت اسمك أبدا ما بتعلق لنا يا أخي الحمد لله بنت بخير متابعك من إسبانيا أهلا وسهلا فيك متابع أنت متابعني من الأندلس وليس من إسبانيا إن شاء الله الأندلس سؤال أبنك حصل على الجنسية لا أبني ما حصل على الجنسية بنتي عند الجنسية لأنه أنا أبني الساعة ما قدمت له يعني خلال شهر لازم سافر وإذا لم تسافر خلال مدة شهر يجب إعادة طلب لسباوز فيزا هلا هو خلال أربع أسابيع لازم سافر بس إذا خلصت المدة ما أعرف إش راح يصير ما أعرف إذا بدك ضروري أنت ترجع تقدم طلب لسباوز فيزا ما أعرف هذا حكي أنا زوجتي بذكر وأقدمت أعطوه أربع أسابيع أنا حكيتها تحكي بالفيديوهات السابقة كثير مشا ما بدي أنا أقعد كرير ولكن باختصار أعطونا أربع أسابيع بس وقت سلموا الجواز السفر بالسفارة سلموا تقريبا كان بأيان من الأربع أسابيع تقريبا تضلان أربع أيام فقط لا غير أنا حجزت تاني نهار طيق الطيارة وطلعه سافر تاني نهار ماذا تاني نهار أو مدري ثالث نهار المهم يعني ما خلتها تكسر الأربع أسابيع مشا ما أنا أدخل بمتاهات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي طاهر لدي سؤال هل العمل في الأوبر تاكسي مربح في بريطانيا صراحة أنا ما طلعت عليه سألت الشباب يلي بعرفهم بيشتغلوا تاكسي أبر بس كله تنع بيشكوا بس بتعرف أنت ما حد بيقول لك الحقيقة ما حد بيقول لك يعني قديش بأخذ راتبة وشي والله أنا عبين شور بحكي كل شي ما عندي سر أبدا الساعة عندي فيديوهات إن شاء الله راح تنزل يعني أسرار على أساس أنه هني يعطوني إيها أسرار وأنا عبين شرع على اليوتيوب هل ما زال هل ما زالتو قيم في البيت الأول المقدم لك في اللجوء مقدم هذا والبيت نفسه يصلي أنا أعد في هذا البيت قريبا من سبع سنوات بيت واحد ونفسه نسأل الله تعالى إنه يرزعنا في بيت أفضل منه ونطلع من هذا البيت مساء الخير بخصوص أزمة السائقين هل نحلت وتوفر السائقين الشاحنات شفت بالأخبار إنه قالوا جابوا 5500 سائق شاحني من أوروبا وجابوا 5500 عامل بالمداجن من شان الدجاج بتعرفوا أنتو بالعيد تبعهم بيجيبوا بيحتفلوا هني بيجيبوا مثلا دجاجي بيسموه التركي دجاجي كبيري وبسوه دينار غداء بقى ناقصوا عن مال للدجاج جابواهم كله من أوروبا أخي في واحد يسافر على اللبنان قبل ما يحطر على الإقامة الدائمة اللبنان ما بتعب على الوسيقة السفر إذا ما عندك وسيقة سفر ما بتعب على اللبنان طيب أنت شو دارس بالجامعة مين هو اللقاء أنا دخلت جامعة أنا دخلت جامعة بس يعني مدرست دخلت جامعة الفصل الأول بعدين بطلت انتقلت جيت لها هنا على بريطانيا كنت هذا اللي حكي أنا كنت عبد أدرس باللبنان دخلت بزنس بعدين ما كفيت أبنك قدمت له أظن ذلك ما رد يعني أصدق على أبني إذا قدمت له على الجنسي ولا لا لسا ما قدمت له صراحة عفوا ما هو أفضل عمل في بريطانيا شخص متزوج وله أولاد وبنات حسب نوع العمل يا أخي أنت أول شغل بدك تطلع على أي عمل بيدخل لك فوق 35 ألف باوند بالسنة تحت 35 ألف باوند ما رح سفد شي رح تاخده من هنا رح تدفعه من هنا ها أو ها هيك الحكومة يتقول لك ها أو ها عطيلي وخود تاخده من الحكومة رح تاخد الشركة تعطيك المسارى من هنا الحكومة بتاخده من هنا أو شي عندك في عندك مثلا ضرائب على السلع حبيبي يا حكيم أهلا وسهلا فيك بارك الله فيك أخ حكيم من بريطانيا كمان عنده قناة على اليوتيوب بيقدم معلومات رائعة كمان المهم يعني يعني بدك تطلع على شغل فوق 35 ألف باوند بالسنة حتى توفر شيء أو يصير عندك سيفنج السلام عليكم أنا مقيم في سعودية مجنسية في غانستان أحاول أروح لبريطانيا بيزا سياحة بعد الوصول لبريطانيا أقدر أقدم لجوء أعيش بشكل عادي بتقدر تقدم لجوء وتعيش بشكل عادي بس أنت سؤال الأهم لازم تسأله كيف تحصل على فيزا سياحة هذا سؤال الأهم من أسبوعين رحت على السفارة البريطانية في الإمارات قالوا لأقدم طالبين للايسن إمارات وأدمت بس ما في رد رح تجيك الرد بالرفض يا صديقي أنا آسف على هذا الكلام ولكن هذا الحقيقة لأنه لا تقبل الرخصة القيادة الإماراتية لا تقبل هنا في بريطانيا تقبل رخصة القيادة الإماراتية للسيارة فقط وبعدين هني طالبين سائقين شاحنات من أوروبا أنا أنا ما أريد أن أقول هذا الحقيقة لأن السفارة هي نفسها بتقل لك قدم إيه قدم أنت بتقدم وتدفع مصاري على فيزا بس على أي فيزا بتقدم أصلا بتدفع 200 باون أو 300 باون أو للمكتب يعني المكتب اللي عبي قدم لك هو بيقول لك إيه تعالى قدم لك خود قدم دفعت 200 باون 300 باون أو 200-300 دولار وبعدين بيجيك رفض يعني ما عنده مش اللي المكتب بيقدم لك السفارة بتقل لك قدم مشان تاخد مصاري يعني مثلا أنا كون عندي محل يعني يجيزبون لعندي اللي لا ما في قود مثلا اللي عنده بصم بلغاريا عزابي شو وضع والله يا أخي أنا في موادع كتير ما بعرف يعني هال المواضيع اللجوء وهذا ما بعرف بتكتسأل محامي يعني مختص في هالممواضيع آه بس يعني بس يعني الشباب أنا إذا بدي أقول لك أنه هنا شفت واحد كسروا له بصمي وشفت واحد ضر أربع خمس سنوات وميلاء لما كسروا له بصمي أنا إيه جواب بدي أعطيك منهم بيرelujah هذول الشخصي إنواحد كسروا له بصمي وواحد ضر خمس سنوات هل تنصح بالاستثمار في الشاحنة والعمل على الحساب الخاص؟ هذا السؤال بدأ في فيديو خاص هذا بس باختصار مفيد رأيي الشخصي بس إذا عندك شاحنة واحدة عبتشتغل على شاحنة واحدة صعب بس إذا أنت شخص عندك 10-15 شاحنة هنا أفضل ليش؟ لأنه راح تستاجر مكان ورح تستاجر يعني المطروف إذا راح تصرفه على شاحنة بينصرفه على شاحنتين أو ثلاثة بقى إذا عندك أكثر من شاحنة بتوفي تزبط معك بس إذا شاحنة واحدة ما راح تزبط كثير تزبط هي بس يعني أنه ممكن هالمرابح راح تحصلها بممكن هالفرق مثلا زراتي مثلا أنت عم تشتغل عامل ب3000 باون بالشهر مثلا عندك شاحنة لحالك مثلا تشتغل ب7000 مثلا أما بعد يكون عندك أربع خمس شاحنات بدل الشاحنة الوحدة تجيب لك سبعة بتجيب لك مثلا 15 ليش؟ لأنه أنت السمت المطروف مثلا فأنت عليه كيف؟ بس نحن نعطيك مثال مو تأخذ الرقم هذا الصحيح مية بالمية نحن بس مثال يا أخي أنا سألتك وما تجاوبت ترد عني ولا كيف؟ لو اشتريت أنا بيت في بريطانيا يعطوني إقامة ولا أرجو الرد بكل احترام؟ يا ريد الجو ما تتهرب من سؤالي ليش تتهرب؟ لا ما يعطيك الإقامة ما يعطيك الإقامة يعني عادي يعني ماذا أشتريت بيت؟ لتشتري بيت لازم يكون عندك إقامة حتى تشتري بيت شروط الفيزة السياحية والله ما بعرفها صراحة ما بعرفها هل في طريقة للتقديم على حتى أحصل على رخص السائق شاحنة عن طريق جوب سنتر بالمجان وما هي الشروط؟ أنا مساوي على هذا الموضوع فيديو وحكيت بتفصيل وحكيت حتى يعني أنا جمت إثباتات إنه اللي اتدربت معهم أنا مرحت على الشركة لتدرب اللي اتدربت عندهم الأغلب اللي شفتنا تقريبا كلاتهم بساوينا رخص رخصة القيادة عن طريق شركات وعن طريق جوب سنتر وعن طريق أشخاص ثاني مو عن طريق جوب سنتر عفوا عن طريق شركات ثاني بس الموضوع بيطول يعني هلأ مثلا أنا إلا شغلي الشركة يلي أنا عم بشتغل فيها هلأ حاليا هلأ عم بشتغل فيها حاطين إعلان بجوه بقلب الشركة يلي بيحب يساوي رخصة قيادة شاحنة نحن منساوليها أهلا وسهلا بس يروح على الإدارة ويقدم الطلب تمام؟ كان أول شيء شارطينها بالناس يلي موجودة وين بتشتغل عندهم سائقين مثلا فان اللي بتسوق فان أو يلي بتسوق سبعة ونصطن أو يلي بتسوق كاتسي يعني شاحني الرجد الغير المنفصلي شارطينها بهذه أول شيء كانوا بعدين هلأ فتحوها على مصرعيها اللي يلي بيشتغل بالأوفيس يلي بيشتغل بقلب الويرهاوس يلي بيشتغل منظف يلي بيشتغل أي شخص بيشتغل داخل الشركة قالوا نحن نساوي لك رخصة شاحنة إذا بتحب هلأ هيك بس الفكرة وين بدي ساوي لك رخصة قيادة الشاحنة بدي اشتغل معهن إذا اخترت اشتغل معهن ندخل هلأ على سؤال ثاني ليش انا عشغال مع الاجنسي ومع شغال مع الشركة دائم الشغل معهن ما يعطوك راتب كويس ما يعطوك راتب كويس يعني على 11 باوند 12 باوند بالساعة أما بعد تكون عم تشتغل بالاجنسي بتاخد راتب أعلى من الناس اللي عم تشتغل مع الشركات بالدوام كامل السبب هي بعطيك مثال مثل انه انت عندك سيارة عب تروح فيها بسيارتك كل يوم بتروح وبتجي على الشغل بتكلفك مصاريف السيارة 2-3 باوند مثلا حسب يعني او 5 باوند او 7 باوند حسب مشوارك يلي رايجي على الشغل فيه لنفترض انه اسبوع زمن او اسبوعين زمن عطلت السيارة واخدت على الميكانيك وقال لك هذا بدك تصبر عليها اسبوعين لا صلح لك انت بدك تتصل لتاكسي التاكسي راح ياخد منك 3 باوند ومثل ما كنت عب تدفع على السيارة تبعك لا راح ياخد منك 10 نفس الاشي هيك الشركات هلا ما عندها سائقين راح تتصل لمين لشركات بتوفر الموظفين وتوفر سائقين تعطيهم شيء اعلى هني بيطلبوا شيء اعلى لهيك الراتب اللي بيشتغل بالاجنسي اعلى من الراتب اللي بيشتغل مع الشركة دائم انا راح سابب الفيديو ان شاء الله على هذا الموضوع وبنفس الوقت انا يعني طلب الشركة طلبت مني انه يشتغل دائم ورفضت راح يحكي لعسباب ان شاء الله في الفيديو غيره لا اعطوني رابط قدم عليه وبالاحرام وظفة الاستعلام بالسفارة قدمت لي مجرد الاسم والليسن والجنسية والايميل قالت اذا بدهم يتواصلوا معك على الايميل الاهم من ذلك دفعت لهم مصاري ولا لا اذا دفعت لهم هذه مصيبة بس اذا ما دفعت لهم عادي تحية لك من صحراء المغربية الغربية اخي كريم على المنشودات وشكران اهلا وسهلا فيك اخي يقدر الشخص يشتغل بدون لغة انت تجاوب عليه كيف تك تتواصل مع صديقك يلي عبي اشتغل معك اذا عبتشتغل بشركة كلها عرب اذا عبتشتغل بمطعم عربي اذا عبتشتغل بمحل سبر ماركت عربي اذا عبتشتغل مثلا يعني فنت عليه كيف بس اذا بدك تشتغل مثلا بأوفيس اذا عبتشتغل بمطعم عربي كيف تشتغل بمطعم عربي يعني بيختلف حسب نوع الشغل انت احمد عثين احسن شخص شفته بالشرح والله جزاغ الله خير على المدح مبارك الله فيك مبارك الله به ما هو سلاري في فيديوهات كتير حكيت عن هذا الموضوع راجع الفتيحات القديمة إن شاء الله بيكون عندك فكرة بويسة كل البسات المباشرة اللي بساوية موجودة تقريبا ما بظل حذفت والواحد والله أعلم وإن شاء الله هذا ما رح أحسه رح خليه متموي أنا حابب تعلم اللغة الإنجليزية هل تنصحني تعلمها في بريطانيا يعني نسجل في مدرسة خاصة وإقامة مع عائلة في سكوتلندا عادي تعال بس حسب جنسيتك يعني هلأ إذا أنت عراقي سوري يمني سوداني هذول الأربع جنسيات من المستحيل تحسن تحصل على فيزا على بريطانيا لا سياحي ولا فيزا فيزا دراسة لغة أما غير دراسات بتحصلها بس إلا شروط صعبية ولا ما بعرفها أنا يعني مشان ما تتعني يعني شو هي الشروط مثلا خير إذا واحد بدي ينزل على زيارة على لبنان بتأثر شي على الإقامة هون وإدي فيه يبقى في لبنان بدون ما يتأثر على وضعه هون أول شغالي المشلي كيف تنزل على لبنان هذا المشلي أنا عندي أصدقائي كتير بدي ينزلوا يتجوزوا بس ما يعني ما بحسنوا يحصلوا فيزا على لبنان هذا السؤال الأول وأي مكان بتروح عليه المفروض ما تطور فيه أكثر من ثلاث أشهر يعني أنت لازم مقيم ببريطانيا لازم ما تطور أكثر من ثلاثة أشهر بره البلد سلام عليكم يا أخي ما الفرق قيادة الجهة اليمين ما في فرق ما حسنت في فرق كتير بعد أن أكون على سواء على اليمين لأن أنتو الشوارع على اليسار يعني المقود على اليمين الشارع على اليسار ما رح تحس بفرق بس إذا هلأ المقود أنا عندي على اليمين وإنزل على فرنسا الشوارع على اليمين رح حس يعني مشكلة حتى أنا بشوف السائقين الأوروبيين يلي بيجوا من أوروبا أنا بشوف هنا الاستراد المقود عندهم على اليسار وهلأ عب يسوقوا كمان على اليسار عب يواجهوا مشكلة ليش لأن ينتو يعني بواجهوا مشكلة بالأوروبار تيكينج فأنت لي كيف بس يعني بالتجاوز سلام طاهر هلأ عملت هلأ عملت سيكورتي بالغيت هلأ عملت سيكورتي منذ الغيت هاوس يعني أنت أصدق هلأ أنه اشتغلت سيكورتي مرة ثانية من آخر مرة واشتغلت فيها بالغيت هاوس ايه اشتغلت هل في طريقة لأخذ الرغبة من دون شغوط العمل عند الشركة يعني من طريق الجوب سنتر مباشر لا الجوب سنتر ما كتبوا بالإعلام يا أخي الإعلام هنا بيكتبوا أشياء يعني ما غهيبة ما جوب سنتر أنا رحت تطلهم الزمان تطلهم أنا نساوي رغبة القياد شاحني قالوا لي لا ما نحن ما بنساوي وقتلهم أنه طالبين يعني سائقين شاحني وأنا حابب نساوي هذه الرخصة قالوا لي وإذا ما حصل شغل وإذا دفعنا مصاري هلا وما حصل شغل قلهم طالبين يعني كل الشركات طالبي قال لي لا 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 نحن ما متأكد بدنا نحن نتأكد أنه رح يأخذوك بس ما كان يتفعو بعدين قالوا لي نحن ما من نحن ما بنسفع شي أصلا نحن نحولك على شركات تشتغل معاهم من أسابيع حتى يسولك رخصة قيادة شاحني من أسابيع مجانا مو بمصاري انتبه مجانا قامت له لا لا حل عني أنا زلمي بدأي أشتغل ما بحب أنا العبودية أبدا أنا بحب أتحكم بنفسي يعني حتى أنا بتساوي رخصة قيادة باص مو لا أشتغل فيها هيك بس مش تهيك عبي الرخصة كلها رخصة قيادة الباص والشاحنة على السيارة على الميتور حتى إن شاء الله نصحوني الشباب أن نروح أقدم على شركة الباصات داخل المدينة هنا نحن عنا في جلاسكو اسمها فيرست أقدم عليها بيشتغل بمني مو ميج مشان يعطوني رخصة قيادة الباص يعني بسولي رخصة قيادة الباص مشان نشتغل عندهم بمني مو ميج بعد عشر أشهر حتى يرفعوا لي الراتب مثلا يدعي شارباون لا بساوي أنا لحالي وبيشتغل يكون أنا حرب في حالي مبروك الخمسة عشر ألف الله يبارك فيك يا أخي شفت يا أخي أنا الشهر اللي فات كنا كنا عشت ألاف ألا صلنا خمسة عشر ألف والعشت ألاف طولت شد طولت سنتين حتى وصلنا لعشت ألاف الله أحبك في الله والله أنا أحبكم في الله أحب كل مسلم نحن عفقرة صار في عنا تعليقات كتير وما ننزل إلى تحت وين وصلنا عاوزين لقاء عاوزين لقاء تستضيف محامي للهجرة يا هذا استضافة محامي للهجرة هذا بده مبلغ مالي محرز السلام عليكم أخي شاحنة فيها كم لستك أدخ يعني على لستك يعني هو الإطار الطير حسب الوزن حسب التريل أدخل على الشاحنة أحيان يا أما بيكونوا مثلا 2 من قدام 2 من وراء أو يا أما 2 من قدام و4 من وراء أما التريل حسب التريل شد بشتيل حسب الأوزان هنا ببريطانيا كل وزن له مثلا لازم يكون أكسل معين يعني لساتك يعني معينة السلام عليكم ممكن تخبرنا عن ثمن المخالفات في التاكوغراف وهل فيها نقاط ممكن تقول لنا جزاك الله خير والله ما أنا متأكد أنا حكيت بفيديو مرة أنه وقفتنا الشرطة وحملتلي التاكوغراف كارد ساوي التحميل للتاكوغراف وقالتلي أنت مخالف وقالتلي لا أنا ما أنا مخالف قالتلي أنت كسي ساعة الواركين تايم يعني أنت لازم تأخذ أو ريس تايم يعني أنت لازم تأخذ يعني تسس ساعات أقل شيء استراحة وأنتي ما رأيك إخذ تسس ساعة إخذ ثمين ساعة ونص لا مو تمين ساعة ونص حتى ثمين ساعات وخمسين يعني يعني أنا كان بقي اللي عشر دقيقة حتى طبي تسس ساعات فقالت لتقول له حكي غير صحيح لتقول له أنا ما خالفت الساعة من لهذا مهم قال لي أنا لأن رح شوف رح أخذه على الأوفيس ورح ثابت أحميل بشكل أصح وشوف يعني أحسبه بشكل صحيح وبعدين قال لي بتتصلك عطيني رقامك عطيته رقامي وبعدين ما تتصلي بقال له هيك ما بعرف يعني ما أخذت أنا لهلا ولا مخالفي الحمد لله على التاكي غراف كارد ولا أخذت يعني أي نقاط على التاكي غراف كارد بس يعني اللي بعرفه أنه في مخالفات أنت ريه كيف بس بالنسبة إذا كسرت ساعات العمل أنا كسرت ساعات العمل كثير وساعات القيادة كثرتها كثير بصراحة يعني أنا بحكي هيك مباشرة ولكن ولا مرة وقفتني شرطة وحمل لأنتم الشرطة وأتتوقفك بتحمل آخر 28 يوم عمل تخيل 28 يوم يعني إذا أنت مخالف من أسبوع تعرف أنه أنت مخالف ويساوي تحميل ولكن أشي بيصير مو أنا بخالف أشي بيصير الشركة بتتخالف هاي الشركة هيك أعرفتلي أنا ما بعرف طيب سوانا شوي خليكم على البس مباشرة باكون على البس هاي المخالفات أنا خالفتها مثلا هاي مخالفات هاي المخالفات تاقراف خالفتهم أنا يعني هذا الشركة طبعتها بتبين عندهم الشركة لأنه ببعتوهنا الدولة بتبعتهم أنه أنا خالفت هنا شايف بس ما راح تبين أنه قداش خالفت بس بكتبوه لك هنا بتفصيل أنه أنا خالفت هنا عبيت لك هنا نو بريك in the work period starting 6 ونص وwork time at of 6 hours عند 8 منق اشتغلت أنا 6 ساعات و 18 دقيقة وما أخذت بريك بتعرفوا إذا واحد عبيشتغل إذا لابد قبل ما صير 6 ساعات لابد تاخد 15 دقيقة بريك أنا اشتغلت 6 ساعات و 18 دقيقة ما أخذت بريك فهنا الشركة تخالفت 200 باوند وهنا شو كان السبب هنا كمان كمان working time كمان تخالفت على working time نفس بس هنا اشتغلت 7 ساعات و 13 دقيقة بدون بريك ما بعرف يعني الشركة هي هاي عم تتخالف بس إذا الشرطة وقفتني بتتخالف أنا بس يعني كل 28 يوم بيمسحوا هدول الماضين يعني بينحزفوا إن شاء الله ما توقفنا الشرطة تربية الأولاد سهلة في بريطانيا حاسب أنت على أي نوع شلون أنت عبدالدولة تربي أولادك في ناس بتواجه صعوبي بالنسبة أنه هني بدهم أولادهم يكبروهم على حفظ القرآن واللغة العربية لأنه هذا حفظ القرآن هنا متوفر كثير ما شاء الله الباكستانيين والهنود هنا ما شاء الله جزاهم الله خير مساوين أشياء ومساهلين الشغلات يعني يحفظوا الأطفال القرآن الحمد لله ولكن اللغة العربية بقى هنا الصعوبة عندها في البيت لأنه في المدرس ما بيعلمون اللغة العربية بس في مدارس خاصة مدارس ليبي ومدارس سعودية ومدارس عراقية هذو ثلاث جنسيات عندهم مدارس باقي الجنسيات ما نمسوي المدارس للأسف لأنه العراقية مدارس العراقية اللي موجودة بمدينة أنا يعني الناس العراقيين اللي موجودين هنا هني سوى أما المدرسة الليبية اللي موجودة هنا موجودة بزمن يعني الحكومي هي ساوى تحكومي الليبية قزافي هو اللي سواها مدرسة الليبية يعني العرب حيطين ولا دم فيها وسعودية نفس الحكومية ممساوي دموش شعب سعودية بس العراقي يعني المدرسة العراقي هي الشعب المساوي وين وصلنا بالتعليقات نحن سارحونا نحن إذا طحنا ما بعرف سلام عليكم جديك الخير هل يوجد معسكة تدريبة اسمه سكيلز بوتو كامس والله ما بعرف عنه شيء يعني صراحة ربما يكون فيه مثلا هذا عنده بإنجيترا وعندي مثلا موجود باسم آخر ما بعرف كم تبلغ تكلف تسجيل في الكورس اللغة في سكوتلندا من ثلاثة شهرين فقط الله أعلم السلام عليكم أخي أنا سائق شاحن بفرنسا هل يمكن العمل في بريطانيا وليس لدي الجنسي وشكرا لا لو أنتم ساوت فديوهات فيك ترجع الفديوهات الأديمية بتشوف هل بيقدر ينزل لبنان على الجواز السوري ويرجع لهون على الجواز السوري إذا معه travel document إي أكيد بارك الله فيك أخي جزق الله خير مشاركتك خير والفائدة أهلا وسهلا فيك بارك الله فيك وأحسن إليك ونسأل الله تعالى الأجر لنا ولكم إن شاء الله السلام عليكم أنا معي رخصة شاحنة C بلس إي مع شهادة باص مع جنسي سويدي حابب إيجي إلى بريطانيا إذا في عقد عمل يا صديقي أنت تأخرت كتير والله أنا الفديوهات المقديمة المساوية والله يعني صوت يعني اختفى وأنا عبنادي يا شباب يا شباب يا أوروبيين تعالوا على بريطانيا قبل 31 12 20 20 20 قبل 31 12 20 20 قبل الرأس السينية اللي فاتك لو تجي كان يوم واحد الأوروبيين الفرنسيين أو السويديين العرب الموجودة هناك لو كنتوا جايين يوم واحد كنتوا حصلتوا على إقامة بدتها خمس سنوات شاهد الفديوهات السابقة وبتعرف في ناس أجت وقدمت وحصلت ما هي شروط الفيزا الاستثمار في سكوتلندا ما بعرفها المحام محمد أبو شنب بلندر ومكتب معروف كبير والله ما حدي بيعرفه يا صديقي والله ما حدي بيعرفه هنا ما حدي بيروح لعنده أصلا الله يهديه بس أخي وين شايف وضع القناة يعني بلشت بقصص اللجوء والفيزا اللي بشوفها الجديد على البلد وبعدها قلبت على شغلك وكيف ممكن تكبر القناة وشو ممكن الناس تهتم لا راح تعليق وين راح طول بلا انت تعليق مهم خلين نرجع لعنده من أول أخي وين شايف وضع القناة يعني بلشت بقصص اللجوء والفيزا والفيز واللي بشوفها الجديد على البلد وبعدها قلبت على شغلك كيف ممكن تكبر القناة وشو ممكن من الناس تهتم فيه مين جمهورك بالعربي والله يا صديقي أنا بصراحة خلينا يكون straightforward أنا عساس بدي ساوي فيديو على هذا الموضوع بس وصل للعشرين ألف متابع من شان أهلا اختصر على هذا الموضوع أنا قناتي من قبل كانت مخصصة للعرب الموجودة هنا في بريطانيا والآن قناتي مخصصة للعرب الموجودة هنا في بريطانيا يعني أنا الكلام يلي بحكي العرب الموجودة هنا في بريطانيا يلي عم تابعني من برا أهلا وسهلا يعني كيف أشب أصب هذا كلام يعني مثلا بكرة بقول يا شباب هذه الشركة لازمها عمال يعني أنا عم تابعني مع العرب يلي تابعني بمدينتي لأنه أنا بعرف قناتي فيها أكتر من عشرة ألاف متابع من هنا من بريطانيا داخل يعني من داخل بريطانيا يعني أنا ما فيني أنا كل واحد يسألني مثلا من خارج بريطانيا هل بحسين أنا اشتغل فيها يعني أنا ما بقى فيني إسرعك منين أنت هل معك إقامة بريطانيا ألا أسل كتير ما بحسين جاوب علي يعني هل بلشت تجيني ناس تسألني على فديوهات الإقامة الدائمة يعني أنا مهم ساوي فديوهات للإقامة الدائمة مقدمة عليها صار تسألني فيني أقدم عليها ألا طيب هل أنت موجود صليك هنا خمس سنوات ألا هل أنت عند إقامة صلي خمس سنوات ألا لا هذه يعني أنا بكرة بس أقدم على الجنسية البريطانية رح شارك أنا ما بيحقلك إذا أنت خارج بريطانيا ما بيحقلك تقدم على الجنسية البريطانية إذا أنت بالخارج هذا هو الموضوع أنا ما لفتت الموضوع على شغلي بس لفتت الموضوع على شغل الشاحني إن شاء الله أنا رح انتقل على موضوع آخر هي تاكسي بعدين رح انتقل على موضوع آخر هو مثلا الميكانيك رح انتقل على موضوع آخر هو الحلاقة أنا رح ساوي سلاسل إن شاء الله هي كل شو ندللك كل عمل هنا في بريطانيا يعني شو الشغل تبعه وكيف تفتح البزنس كيف قديش الراتب تبعه بس ولكن أنا هدول ما عم بحسن بحكي فيهم أنا حابب أنه تكون الحكي تكون عن تجربة شخصية تمام أنا هدول الشغلات فيه شغلات كتير ما جربتها أنا شخصيا بقال له هيك ما عم بحكي فيها عبنتظر يا أما أنه لاقي شخص يوافق صراحة أنا فيه ناس كتير سألتهم أنه تعالي نساوي فيديو أنا وياك يعني تحكي عن الشغل اللي أنت عبتشتغله مثلا ميكانيك فيه ناس ميكانيك سألتهم فيه ناس مثلا تشتغل بالبرمجة سألتهم فيه ناس بتشتغل طبيب بالجي بي سألتهم فأنت علي كيف سألتها بس فيه ناس ما بترضى تطلع يعني تصور فيديو وتطلع على اليوتيوب فيه ناس ما بترضى تقول لك الراتب يعني ما حدي بيرضي لك الراتب وش أد فأنت رأيه كيف يا صديقي بقى لهيك أنا عب عب استنى الفرصة المناسبة إذا لقيت حدي مثلا شخص نصور نصور مثلا نحكي مثلا سائق التاكسي نحكي بالتفصيل كيف تبدأ كيف تعبل الابلكيشن كيف تسجب مع الأوبر قديش يعني المتوسط الدخل قديش يعني كلام كثير إن شاء الله رح ساويه يعني بس هذا كلها تم مستقبليا يعني ما فيني أنا نزل كل شيء بنهار واحد أو ما عندي شيء أنا نزل كله بنهار واحد لا تنسى أنه هذه القناة هي عن تجربة شخصية أشو بيصير معي عب أقدم وإن شاء الله يعني الجمهور إن شاء الله يعني هو القناة رح تضل باللغة العربية والجمهور رح يضل يعني العرب هنا لأنتو هذا رح يستفاد مني بيتابعني من بره أهلا وسهلا أنا ما بقولوا لا يتابعني بس ولكن يعني ما بظن رح تستفيد شيء لأنتو أنا ما بقدم على الفيات ولا بعرف أقدم على الفيات لو كنت بعرف أو لو بتحسن يعني لو عندي يقين واحد بالمية إنه بتحسن بتقدم على فيدي سياحي أو فيدي تعامل لو كنت جبت أهلي أبوي وأمي أنا أبوي لم أراه من عشر سنوات من عام 2011 من بداية الحرب السورية من عشر سنوات من عام 2011 لم أرا أبوي البقى يعني أنا يعني إلا بريطانيا طالبين سائقين شاحنات و بدهم فياز للعرب لكن جبت أبوي أولى بتعرفوا الشعب السوري كلتوا عندوا رخصة قياتي شاحنات من فئة دي أغلب الشعب السوري عندوا هذي وأبوي عندوا إياها من 25 سنة وأكتر كماني لكن جبت أبوي فهمت علي كيف؟ لو أنا من عشر سنوات ما شفته بقى فهمت علي يا صديقي يعني القصة مو أنه أنا غيرت الموضوع ولكن يعني أنا بيحكي بالشغلات يلي عم بيخوض فيها تجربة أنت بزوجة عربية ولا أجنبية؟ زوجة عربية من عنا من سوريا من ضيعتي كمان صديقي كيف حالك؟ هل أستطيع أعمل امتحان نظر الشحن في اللغة العربية في بيلي فاست؟ على حد علمي نعم عفوا على حد علمي أنه في لغة عربية ولكن كيف أنت دكتوح على بيلي فاست؟ هذا المشلي أنه بيمنعوك إلا إذا أنت انتقلت ساكنت بيلي فاست وأثبت لهم أنه أنا ساكن بيلي فاست يعني اشتسأجرت بيت وصار عندك عقد أجار بيت حتى تحسن تقدم على الرخصة هناك أو تقدم على أقل الشيء لسوري تقصد بعدين ترجع على وين أنت يكون مثلا بماتشستر أو هنا بجلاسكو أو وين من يكون لمحتك في أصدق لمحتك في أصدق يعني أنت بسكان جوفن يا معلم أنا أنا هنا بسكن بسكن بقوفن سكن بقوفن بروح بشتري من قوفن كم بشتري من قوفن تمام بارك الله فيك الله وسهلا فيك بنات انتجاري يا أخي شفتوا هاي يعني المتابعين أغلبيتهم يا أما ببندينتي أنا يلي ساكن فيها يا أما يعني ببريطانيا بس أنا الأغلب أنا شايف أنه هني ساكنين بجلاسكو يلي أنا المدينة عايش فيها أنا هيك انتبحت بكثرة التعليقات الأغلب اللعب يتابعني تعريبا هنا في اسكواتلندا بقى أنا ما فيني يغير الموضوع القناة مشان مثلا ألف شخص أجاني أخر شي يعني فانت علي كيف لا أنتو الفيديوهات إذا بدي غير موضوع القناة بابديت طر أحزف كل الفيديوهاتي اللي أديمي لا بس ما رح ساوية هذه يعني أنتو تعزمت في الفيديوهاتي اللي أديمي كتير أنا ما بهمني أنه عدد المتابعين على أد أنا كنت بالبداية بصراحة يعني ما بخفيك كان بهمني عدد المتابعين ولكن أنا طلعت أنه الرقم فيه مشكلة يعني أنا بطلع في الرقم يعني شوني أشرح لك ياها سبحان الله أحيانا اللي ساني يعجز على اللصف ولكن باختصار مفيد تخيل واحد عنده طن حديد طن يعني الطن هو ألف كيلو مو ألف كيلو وواحد ثاني عنده كليين ذهب هذا يحمل ألف كيلو أو هذا يحمل طن حديد وهذا يحمل كليين ذهب أيهما أفضل أنا عبعطي هذا المثال مثال أول شغلي مثلا إذا صار عندي أنا متابعين كبير كتير والمحتوى لأباد دمه مثلا يعني ما كويس هنا رح أدخل في الحرام ورح أتحمل أنا مسؤولية مليون متابعة بتابعني عابي شاهد فيديو فيهو حرام والله أعلم بقى خلينا هيك نحن على الأليل بس أنا حابب أنه تكبر يصير رقم كبير من شان أنه نحن يعني يكون فيه استفادي أكبر فمتع لي كيف يكون فيه ناس كلا تستفيد فمتع لي كيف هلأ مثلا إن شاء الله الفيديو بكرا بدنا نجزله عن اللقاح اللقاحية للأطفال فيه اللي بيعطوها فيه خنزير أنا هلأ أنا بتمنى هذا الفيديو يوصال مثلا لمليون شخص بتمنى يوصال للعربي الموجودة هنا ببريطانيا إلا تأتي ليش لأنت شاء ما يأخذ اللقاحية اللي فيه خنزير فانت ري كيف بقى 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 هيك وين وصلنا نحن سامحوني إذا أنا بلا أنتوا التعليقات عاب يختفوا بقى إذا يعني إذا طحنا التعليقات سامحوني بس إن شاء الله في المستقبل منحاول بعد نطلع live مرة ثانية ندرى تعليقك إن شاء الله شو الوسائق المطلوبة لما تروح تأخذ card security أنا نجحت في الاختبار نجحت ما نجحت في الاختبار الوسائق المطلوبة هي كلها تعباضها عنوان لم يديد خمس سنوات هنا في بريطانيا إذا ما عندك عنوان خمس سنوات هنا في بريطانيا لازم تجيب لا حكم عليه من بلدك إذا ما بتحسن تجيب لا حكم عليه أو لا محكمي من بلدك لازم تجيب واحد صالوا خمسة سنين هنا في بريطانيا وبيشتغل professional كيف معناته يعني؟ يعني يا أما دكتور يا أما مهندس يا أما أستاذ يا أما محامي يا أما قاضي يا أما يعني أي نوع professional تمام ولازم يكون شغال لازم يكون عبشتغل يعني مو لازم يكون وإنسان والله وحصل له خمسة سنين هنا ولكن كان دكتور في سوريا لا ينفع لازم يكون هنا عبشتغل بمهنته ويكتب أنه هو يعرفك وما عندك أي مشاكل أو لازم يكون مثلا صاحب شركة عنده limited company يعني الواحد ربما يكون مثلا شاب سوريا عنده super market وبيديفتح أكيد شركة self-amploid شركة limited بحسن يسوي لك هذا فأنتعلي كيف أخي بدنا فيديوهات عن الدراسة في بريطانيا و سكوتلندا إن شاء الله السلام أخي طاهر أهلا أخي أنت لا تعمل في المريخ أنت مجرد سائق عليك أن تحترى من نفسك أنت والله يا أخي ومن قال لك أنه أنا في المريخ وما تشفتني أنه أنا بتكبر بس هيك الناس بتحب تكتب أشياء أرجو نصيحتك بما يخص مهاجر جديد أرجو نصيحتك بما يخص في مهاجر جديد نصيحتي ركز على اللغة ركز على اللغة وإنسى موضوع الشغل أول سنة بس هيكي أهي نصيحتي لأنه اللغة بس أنت تعلمت اللغة رح تختلف معك يعني حياتك 180 درجة بالنسبة للعمل لأنه إذا هلا بدك تبلش الشغل رح تضيع وقتك تشتغل بالراتب قليل جدا بالمطاعم أو بمكان تنظيف لو أنت ما عندك لغة يعني أو بالمعامل أو بالمصانع براتب قليل جدا يعني ماني ممواج ما رح يكفيك ما رح يكفيك فمتالي كيف بقى رح تطل أنت إيش ري يصير تتأخر بتعليم اللغة وبنفس الوقت رح تتأخر بالتجميع الفلوس لأنه ما رح تجمع فلوس أصلا لأنه رح تشتغل فيه ورح تدفعه مرة ثانية تأخذ من هون الراتب باليمين وتقول لنا الحكوم يتفضلوا في اليسار السلام عليكم أنا من كويت متابعك وخاصة من سكوتلندا وأنا أصدقاء وإخوان من جميع الجنسيات وأنت قاعد في الداعوة جزاق الله خير بارك الله فيك أهلا وسهلا فيك وعليكم السلام طبعا كم سنة خبرة يطلبها الشركات في بريطانيا ولا سنة بيأخذك على شهادة النجاح قبل ما توصل لك الرخصة على البيت بيأخذك على شهادة النجاح لا جعنا أنا هذا خطر بالي هلأ أنت عاشا بتحكي أنت ببرة بريطانيا عم تسألني أنه أنه أنا عندي مثلا عندي رخص عندي عندي خبرة عشر سنوات الشركات شابت دون كام سنة خبرة هذا ما بيطلبوا أصلا من برة بريطانيا هل أنت علي كيف؟ بده من هنا داخل بريطانيا داخل بريطانيا إذا أنت اليوم نجحت إذا أنت اليوم نجحت تاني نهار بتنزل على الشغل هنا ما عندهم خبرة فيه شغل يغترف عن بلادنا أنه عندهم هنا الرأس مالي ما بيعتمدوا على الخبرة أصلا ما عندهم شيء اسمه خبرة أنه بيقولولك في في الـ بيقولولك في بيقولولك أنه والله نحن بدنا خبرة بدنا واحد بس هذا الحكي كذب لو لو صحيح كانوا عطوا يلي عنده خبرة راتب أعلى من يلي ما عنده خبرة أنت لي كيف؟ أنا بالشركة أنا بالشركة لها بيشتغل فيها لا وصلي ست شهر شغال عندهم أنا سائق جديد يعني أعتبر أنا صلي سني عبسوق شاحني أنا ماني سائق محترف صلي خمسة عشر سني عشرين سني أنا سائق صلي سني عندي سني عند الرخصة صلي سني بس صلي عبسوق ست أشهر يعني المتابعين تعفوا أنتم لعب تابعيني بيعرف هذا الحكي بالشركة اللي عبشتغل فيها شخص عنده 14 سنة عبشتغل معهم أو أقل شوي يعني راتب أعلى من راتبه لأنتو أنا عبشتغل مع الأجنسي هو عبشتغل مع شركة مباشرة ما هذا عنده خبرة 14 سنة ما هذا حكينا هذا الرأس مالي الرأس مالي بتطلع على أساليب وطرق أنه تخلي الناس تشتغل عندها ما تعتمد يعني الشركات ما تعتمد على البشر أنه هذا عنده خبرة لا بتطنع لك ماكينة بكرة ورح يصنعوا شاحنات بدون سائق عشان ما يعتمدوا على سائقين أنا من غلاسكو أهلا وسهلا فيكم قلتلك المتابعين كلاتوا من غلاسكو ما حد يسدي أنا اكتشفت من تعليقات أغلب التعليقات لأن انت بيقول ليه اه احنا من نفس المدينة اللي انت ساكن فيها كيف ممكن زوجة تقدم لجوء بعد سباوز فيدا وواحد لازم شوي يقول للهوم أوفيس اي شوندك تقول يعني معناها تفهمها قصة اللجوء يا أخي اه غلط لأن تقول اللجوء هو انت متهت ببلدك وبدأك تقدم طلب اللجوء تمام إذا زوجتك انت انسى موضوع lespouse إذا زوجتك مثلا من السعودية هي أصلا من السعودية ما بتريدك تقدم يعني طلب اللجوء هنا ليش لأن انتو ما يمط理 ما في حرب ما في حرب بسعودية إذا زوجتك مثلا من سوريا بتريدك تقدم طلب اللجوء لأن انتو في حرب بسوريا بغض النظر عند اقامة بس يعني أنا ما بنصح ليش لأن انتو حسب إقامتك هنا إذا عندك إقامة دائمة أو إذا عندك جنسي بريطاني إذا عندك جنسي بريطاني أو عندك إقامة دائمة أو عندك إقامة لجوء بس ولكن بيقى لك سنتين لتخلص إقامة اللجوء وبعدين تقدم على الإقامة دائمة وبعدين تقدم على الجنسي ما بنصحك تقدم لزوجتك لجوء لأنه هي بس أنت حصت على الجنسي زوجتك بس أقامت هنا ثلاث سنوات بعد السباوز فيزا بتحصل على الجنسي بتحسن بحقلة تعدم على الجنسية في انت رأي كيف أحب فيديو هذا وانت طالب الشاحن كسر لنا من هذه الفيديوهات تحياتي لكم العراق أهلا وسهلا فيكم إن شاء الله نحن منساوي الفيديوهات يعني ضرورية السلام عليكم وانا في تعليق بدأ إراه هذا شو هي الأسئلية اللي بتنطرح ببي وان ممكن تشرح لنا والله أنا هذا سؤال لازم ما ينسي إلا على اللايف لأنه أنا شرحت ثمان فيديوهات ثمان فيديوهات بالتفصيل والله إذا بشوفيهم ثمان فيديوهات هدول أنا ما بظل أن ما تنجحي فيهم حيكي بالتفصيل الممل متصل الممل التفصيل يعني رائع بس في فيديو أنه أنا حكي شو أنا سويت في الاختبار أنا شو عن الموضوع اللي حكيت فيه في الاختبار اختاري نفس الموضوع اللي اخترته أنا وإن شاء الله بتنجح مين بالمئة وفي كتير ناس كتبت لي بتعليقات يعني انجحنا اخترنا نفس الموضوع اللي أنت خطرته وانجحنا الحمد لله وهو سهل كتير 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 يعني جدا سهل السلام عليكم أخي العزيز بارك الله بك على المجهود العظيم في التواصل المعلومة جعل الله تعالى في مساء حسناتك هل لو غيرت إجازة الأوروبي لبريطانيا على العنوان صديقي بيأثر على صديقي شي أنا معي إقامي لا ما بيأثر أبدا لماذا لا يأثر أخي أنا من ليبيا هل يوجد شاحنات داف للبيع في بريطانيا بكميات كبيرة وكم السعر والله لا أعلم أهلا وسهلا فيك أول شي والله لا أعلم صديقي بس هو والله بس بري جود كوستشن لا نتو ليش هنا الشركات وين بتروح بالشاحنات يعني للإدام لا نتو هنا أغلب الشركات عندها يعني هلأ 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 حاليا لا أعتقد أنه رح تلاقي شاحني عمره تولد 2016 أو 2017 ربما تلاقي 2017 بس أنا حاليا أغلب الشركات اللي رح اشتغلت فيها أغلب الشركات اللي درتها كله 2018 وفوق وين بتروح بالشاحنات الأديمة هذي هن الشركات أغلبيتهم بسؤل الشاحنات 3 سنين 4 سنين لأنه هي عبارة عن عقود بعدين بيأخدوه بيأخدوه برجعوه للوكالة والوكالة ترجع بتبيع المرة ثانية مساء بغير دول والله أعلم أنا هيك بظن بس عجبني هذا السؤال إن شاء الله رح أسأل عن الموضوع والسفسير وساوي فيديو عن هذا الشيء أخي إن شاء الله يكبر جمهورك المواضيع الأكثر زيارة قضايا الحصول على الجنسية العمل من الصفر الحياة في بريطانيا البيوت والبحث عن والبحث عن بيت الاستثمار العمل للمرأة الأطفال والتربية بالتوفيق يا رب هلا أنا المواضيع تجدتك الله خير بس أغلبيتهم أنا حكيت فيهم بس الفكرة وين الحصول على الجنسية مثلا أنا بكرة بدي أقدم في سلسلة كاملة 7-8 فيديوهات كيف تحصل على الجنسية بس كيف تحصل على الجنسية أنت هنا في بريطانيا يعني كيف تقدم على الجنسية أنت هنا في بريطانيا بس كيف أنت برة تجد هنا تقدم على الجنسية ما بعرف العمل من الصفر إن شاء الله رح أنا ساوي فيديو مثلا عن العمل هنا في بريطانيا للناس يلي ما عندهم لغة وللناس يلي عندهم لغة وشو العمل يلي ياخد فلوس تاخد منه فلوس أكثر شي بدون أي شهادات فأنت رأي كيف يعني الأمور جاي إن شاء الله بس ولكن والله الوقت يعني دابحني أنا دابح ما في عندي وقت أبدا ما بعرف إذا بسدي ولا ما بسدي بس يعني المفروض لازم أنت تعرف دون ما قالك أنه أنا هلأ يحق لي التقديم على الجنسية البريطانية ولم أقدم بسبب سببين أول سبب هو الوقت هذا أول سبب الوقت ما عندي وقت هذا أول سبب والدليل لأنه أنا دابت على الإقامة الدائمة تقريبا أصلى معي أكثر من سنة وترجع الفيديوهات القديمة بتعرف لا هيك هلا أنا بحسن بحصل على الجنسية البريطانية بس ما عندي وقت أقدم علي وين وصلنا أخي هلأثق في الجي بي أخي هلأثق في الجي بي أس الشاحنة في الطريق أنا والله أنا أنصحك لا أنا عندي تمتم وأدام على الطاولة هذا التمتم سعره 350 باوند يعني تعريبا 500 دولار هذا التمتم هذا الجهاز 500 دولار تعريبا سعره أنا أخذته مرخص طبعا ما أخذته 350 باوند أخذته مرخص أحد المتابعين بعتلي رابط اللي أنا عندي ديسكاونت أخذته أشتريه من هنا 270 باوند تعريبا والله أعلم على ما أعتقد أشتريته 270 باوند أو شي أشتريته من الأمازون رجعت طبعا لأمازون لأنه ما بدي إياه بيك رجعته فتحته مع أنه فتحته لأنه ما بدي إياه ورجعوا لي يا عادي واشتريت هذا هذا التمتم مع ذلك طلعني كذا مرة على جسر صغير وعصبت كثير وكنت رأي أكسره ما حسنت أنا أطلع هنا أنا خلاص عصيت أنا داخل هيك ولا أعيز خلاص جسر صغير سكرت السير ورجعنا ثابت ريفير سبحان الله بس أنت باهد أنا على الموبايل الجي بي اس يلي الموبايل دائما بيعطيك دائما بيعطيك الطرق الكبيرة والطرق يلي ما فيها شوعة ولكن إذا في طريق يعني مختصر بوقت قليل جدا غير يعني مثلا إذا في طريق بيطول مثلا خلينا نقول أربعين دقيقة وطريق بيطول 30 دقيقة هذا الطريق بيطول 30 دقيقة فيه جسر صغير هذا الجي بي اس يلي على الموبايل ما بعطيك جي بي اس عادي على الموبايل بعطيك الطريق اللي بيطول 40 دقيقة ليش من شان يطلعك على الاستراد ويطلعك على شوارع عريض وما يطلعك بالمدينة ولكن إذا الطريق بيطول مثلا ساعة ونص يعني 80 دقيقة تقريبا وطريق بيطول 30 دقيقة نص ساعة بيطلعك طريق 30 دقيقة بس مع ذلك أنا هلا هذا مطالع طالعني مرة مرتين بس بس بعدين يعني بنصح تشتري بس يعني إذا في أنا ساتناف بيقولوا الساتناف أفضل من التمتم بقى ما جربت أنا الساتناف صراحة أنا هنا طفيت أنا ما حبيت هذا بسبب بطاريته كمان بطاريته ما في بطاريته إذا ما وصلت بالكهرباء تبع الشاحن خلص بصفر شكرا على النصيحة أخي طاه الأخوك من الجزائر صراحة أخي أخي في شغلي اخي انا صغير يعني انا بعد ما عاشت هنا سبع سنين صغير عب يعني شند عليك يعني شند عليك انا بدي ما الناس سفهمني غلط بس هيك صغير صغير عنده هنه الانجليز هن يزاروا فينا قوميات 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 وصار عنا نحن مذابيح عنا في بلادنا بسبب القوميات بقى الأفضل نحن كلاتنا مسلمين بس وين وصلنا بالتعليقات أخي إذا وجدت شاحن الداف للبيع ممكن نعمل بزل مع بعض إن شاء الله ليش لا سبع سنين أخي من سبع سنين من 2015 هلأ واحد نحن بواحد شهر 21-2010 يعني ست ست سنين وشوي ست سنين ونصف كم راتب كان متصفى في السنة شاهد الفيديوهات القادمة بتشوف تعرف مرحبا كيف حاليا مرحبا كيف حاليا عم يتم ختم البسبر الأوروبي أثناء الدخول والخروج إلى بريطانيا وبقيت الأمور على حالها شكرا هلأ ما بعرف إذا عم يختم البسبر الأوروبا بالدخول والخروج ولكن فيك أنت تدخل على بريطانيا البسبر الأوروبي بدخلوا على بريطانيا كسائح فقط لا غير سائح ولس للإقامة السلام عليكم وعليكم السلام أنا مقيم في إيطاليا مع إقامة دائما في إيطاليا مع رخصة قيادة شاحنة كبيرة هل ممكن إجي لبريطانيا أسنع تكرر لا للأسف يا صديقي هل شهاد القيادة التركية طالحة للاستحدام في بريطانيا مدي تسني فقط هنا سؤال إذا أنت هنا سياحة جاء سياحة أو جاء زائر أو جاء مثلا إقامي مثلا دراسي فيك تسوق السيارة لمدة 12 شهر وبعدين لن يجب أن يساوي رخصة قيادة بريطانيا بس للعمل لا هل الأطفال مولودين خارج بريطانيا مع الأهل المقدمين لجوء وفي رفض يحصلون على الإقامة بعد 7 سنوات هذا نسيته شغال I'm listening تسكر يا أخي Turn off هذا السؤال ما بعرف هل الأطفال المولودين خارج بريطانيا مع الأهل المقدمين لجوء وفي رفض يحصلون على الإقامة بعد 7 سنوات الأطفال العامل تحت 10 سنوات هذا الموضوع 7 سنوات تبع الأطفال هذا للناس يلي وضعوا قانوني هنا في البلد ليس لديهم رفض في اللجوء والله أعلم أنا هذا اللي أعرفه أنت لي كيف هذا القانون مخصص للناس يلي عندهم وضع قانوني هنا في البلد صديقي بيأخذ متعادات Universal Credit فهل لو غيرت إجازتي على عنوانه بيقطعوا له شيء من المساعدات وبيحجل أنه فيه شخص ساكن معاه وشغال ما حدر شخص وأنت والله أنا يعني ما عندي معلومات كثيرة صراحة بس يعني الشغلات اللي أقدمها أنا بشاركة معكم ولكن شوف أخي Universal Credit ما رح يطالوا المصارم ما رح يطالوا أي شيء إذا واحد يساكن معاه ولكن إيش رح يصير رح يزيد الـ Cancel Tax الـ Cancel Tax هو هلأ مثلا يكون عم يدفع 20 باوند هو يلي ما بيشتغل بيسول تخفيضات لضريبة البيت بيدفع 20 باوند تقريبا أو 25 باوند أو هل يكون شيء رمزي يعني بالشهر بيدفع 25 20 30 هل يكون تمام هذا لأنه ما عبيشتغل بس إذا واحد معاه في البيت عبيشتغل شو رح يساوي الـ Cancel Tax رح تبعت له أنه يدفع الضريبة تقريبا بحدود 100 باوند أو 75 باوند يعني من 75 للمي ليش لأنه في واحد عبيشتغل معاه وعبيستهلك يعني عنده في البيت هلتالي كيف هذا هذي هذي أول شغري هذا يلي بتزيد اثنين ربما الـ Housing Benefit يقول له ونحن ندفع لك أجار البيت لا إله فقط بس هذي هذي أول ما عبيشتغل ما مندفع له أجار البيت ولازم نحن نقسم أجار البيت في النص أنت تدفع عن نص يعني نحن ندفع عنك نص وهذاك الذي عبيشتغل هو يدفع عن نص ربما يصير هذا الحكي فأنت رأي كيف بس أنت شو بتساوي جرب قدم شهر خصمه وخلص أنت يدفع الخصومات وبعدين قال له أنا انتقلت طلعت لبرة رجع انتقل يعني الروحة غير مكان يعني بيرجع كل شي طبيعي مثل مكان يعني هالبلاد كلها تتجارب يعني إذا ما تجربت أنت طبعا التجارب بدك تتطر تخسر يعني ما في شي تجرب ببلاش بتتخسر شكرا من جهود من جهود الله يجيك بخير بارك الله فيك أخي أنا مع إجراءات رخصة الشاحنة عن قريب إن شاء الله رح أشتغل معك دبل مان أهلا وسهلا فيك بس إذا أنت ساكن في كلاسكو بنشتغل دبل مان ما عندي مشلي أخي طاهر طاهر أوروبا بشكل عام أي دول تنصح فيها كمستقبل معيشي في صديقي أنا حكيت عندي على القناة بالنسبة له هنا بريطانيا شون أنا حكيت هنا بالنسبة على بريطانيا حكيت عن مثلا عن المساعدات حكيت عن العمل حكيت عن سائق شاحنة وحكيت عن السيكوريتي وإن شاء الله في المستكبل رح أحكي عن الشغل ثاني تمام شو ضل ما حكيت عنه هنا بريطانيا البيوت يعني الهاوسينج البيت والضرائب والدراسة تمام هدول ثلاث شغلات ما حكيت عنه لسا إن شاء الله رح يحكي معهم رح يحكي رح يحكي معهم رح يحكي عنهم وبعدين أنت شوف حدي في ألمانيا شوف حدي بسويت اسألوا عن هدول الأشياء اسألوا عن العمل اسألوا عن الدراسة اسألوا عن عمل دراسة ضلائب الإعانات مثلا وبعدين أنت قارن إلى وحدك فأنته来 كيف لأنت أنا أنا لم أعرف كثير في ألمانيا أو في السويد أو في أوروبا بس إذا أنت تقارن مثلا الإعانات بين بريطانيا وسويد لا لسويد أفضل بريطانيا هنا ما بتعطي إعانات كثير فأنتها来 كيف قارن بريطانيا وألمانيا بالإعانات ألمانيا أفضل أي دولي أوروبي أفضل من بريطانيا بالنسبة للإعانات لهيك أنا ياريت الناس اللي بتسألني عن أي دولي بتنصح بس بالنسبة لأشو أنت على أشوة بتدور كل شخص بيدور على شي أنت ليهيف وبعدين أنا صراحة يعني هنا صار عندي على قناة جنسيات مختلفة من كل أنحاء العالم هنا الموضوع الأهم بدي أقول لك هل أنت مضطر تخرج من بلدك أنا سوريا من سوريا مضطر مضطر يعني أنا زبقيت في قصف عننا نحن الروسيا ما عبت تخلي الأخضر ولا الحجر ولا الخضر ولا الحجر كله عبتقتل وكله عبتخلص عليه هل أنت عندك هيك أنا بس هيك عبتسأل أنا والله ما يكون في عنا قصف في سوريا والله ما أطلع ضل في سوريا أنا بالنسبة للي شخصيا حتى لو كان بلد يعني الاقتصاد طبعا متدمر وهيك ما عندي مشتلي أنا فيه لأنه بخاف على ديني وعلى دين ولادي فنت لي كيف بالنسبة للدين بريطانيا هي أفضل دولة بين كل دول الأوروبية بالنسبة لدين ما أقول لك أنه هي بتحتنا تحافظ على دينك هنا بين بالبين لا يعني هذا يعني 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 الدولة الكافرة عب القارن مع دولة الكافرة أيهما أقل ضررا بريطانيا أقل ضررا أقل أنت رأيك كيف وين وصلنا بالتعليقات على العنصرية موجودة في كل مكان العنصرية موجودة في كل مكان أنا أقول لي أن بريطانيا أحسها وعنصرة العنصرية موجودة في كل مكان ولكن بشكل عام العنصرية هنا في أوروبا تختلف عن العنصرية اللي موجودة عندنا هنا العنصرية رهيبة يعني هنا بيتعنصروا معك على لون بشرتك هني بيض يعني هني مفكرين أنه البشرة زوية طبق البيضاء هذه يعني هني أعلى أعلى مرتبة أنت علي كيف الحمد لله على نعمة الإسلام والله هل تفضل كندا على بريطانيا أم لا مجال للمقارنة والله ما بعرف شيء عن كندا صراحة كنت بعرف عنها أنه برد وتلج السلام عليكم أخوكم من العراق شلون أحصل على فيزا القطري قصالي للأسف ما بعرف ليش ما ترد عم برد ما صلنا شا صلنا على صل الساعة و 8 دقائق على الباس يا أخي مع مين عب بحكي أنا كيف نقدر نتواصل معك أخي تفضل أخي هنا تحكي معي وتتواصل معي تجاوب عليك إذا يعني السؤال بعرف الله يعينكم أهلا وسعلا فيك ما هي الإجراءات بالنسبة للوافدين إلى بريطانيا من ناحية كوفيد صراحة ما بعرف أخي طاهر كترنا الفيديوهات والله إن شاء الله إن شاء الله ما رأيك بالاعتقالات السوريين في تركيا وترحيلهم أشو العلاقة هذا في الموضوع هنا في بريطانيا ما أعرف السؤال هذا ما علاقته هنا في بريطانيا بارك الله بك شكرا على الجواب أهلا وسهلا فيك السلام عليكم ممكن سؤال أيام أما أدنبرا أو غلاسكو شو يعني أدنبرا 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 أنا أفضل على أدنبرا أيهما أفضل أو أيهما أهم المهم أدامبرا ولا غلاسكو أنا غلاسكو بفضل على أدامبرا لأنه غلاسكو هي مدينة هي مستوية أما أدامبرا مدينة هي على جبال كذا جبل إذا ما عندك سيارة تطلع وتزل من الجبال أنا ما حبيت أدامبرا صراحة موجودة على جبال مدينة هي موجودة على جبال غلاسكو هي على سهل أهلا وسهلا فيك معنى أنت صعب تشتغل معي دبل مان يا أخي إذا أنت في أدامبرا هو مو بعيد مو صعب لأن الشركات هي أغلبيتها بكمبر نود أو بيلشل يعني من أدامبرا لكمبر نود 40 دقيقة ومن غلاسكو لكمبر نود 20 دقيقة أو 25 دقيقة تاريبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي طاهر أنا عندي سؤال بدأت في إجراءات الجنسية أو لسه لأنه بصراحة معلوماتك مفيدة في الإجراءات وعن تجربة بارك الله فيك على هالكم الجميل والمفيد من المعلومات جزاك الله خير يا أخي وبرك الله فيك ونسأل الله تعالى أن يجزيك الخير على هذا الدعم المعنوي إجراءات الجنسية يعني حكيت أنا بدأت في شهادة لغة الإنجليزية خلصتها تعرف أنت ساويت سلسلة عنها وهلأ عبساوي Life in the UK test حجزت الموعد أجلته رجعت أجلت رجعت أجلت رجعت أجلت رجعت أجلت ولهلأ ما أقدمت الاختبار لأنه ما في وقت ما عبساوي بدرس Life in the UK test وبصراحة ما عبسا حلوات أنه أنه أقرأ الكتاب حتى لو مرة واحدة فقط لا غير السلام دمشق آمنة من آمنة شون يعني آمنة على أي أساس على أي أساس والزرافية اللي موجودة في دمشق السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم وبركاته أخي بدنا في الفيديوهات كمان إن شاء الله شكرا الله يسعدك ما تقسم مقاطعك روعة أسلوبك في الكلام روعة شكرا أنت سامح استمر إن شاء الله أسبوع الجاي رايح الحرم وأعتمر ما أنساك من دعاء اللهم صبع علي قنصب صبع ما شاء الله برك الله فيك جزيك الله خير نسأل الله تعالى أن يتقبل منك زيارة ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك دعائك إن شاء الله شو دول اللي تعترف في العراق غير أمن ما بعرف هل السياق في بريطانيا متعبة أخير يعني هنا ما بعرف ما بعرف أنا أخي طاهر أنا عم حاول أطلع على بريطانيا بفيزا زراسة شو رأيك بالموضوع هل يقبل الجوء إذا قد من ما بعرف أخي طاهر إقامتي الخمس سنوات تنتهي بـ 18-7-20-22 متى التاريخ الأفضل للتقديم على الإقامة الدائمة شكرا سالفان في ناس قدمت قبل بثلاثة شهر من الانتهاء الصلاحية لإقامة اللجوء وفي ناس قدمت قبل بشهرين وفي ناس قدمت قبل بشهر وأخذوا أخذوا الإقامات بس هلأ أنا بدي أقول لك قانونيا الحكومة أشبت لك لازم يتقدم آخر 28 يوم آخر 28 يوم لازم يتقدم هاي قانونيا بس بقال لك هلأ أنا روح أقدم أبل ثلاثة شهر ويجيوا رفضوك يعني هلأ الناس قدمت وأخذوا أخذوا الإقامات هلأ أنا أقدم أبل ثلاثة شهر ويجيوا يرفضوك أش رح تيجي تقللي مو تقللي خربت اللي بيتي بقى هلأ قانونيا قبل 28 يوم روح استنى يعني يعني شو رح تفرق معك الإقامة الدائمة على شهرين بس استنى لتخلص لإقامة اللجوء مد استنى لتخلص لإقامة اللجوء استنى لأخر 28 يوم وبعدين نعدم على الإقامة دائمة خاصة أنا مشكلتي مع الموقع والخرائط كيف تعطيك الشركة عنوان المكان اللي أنت تحب إليه تعطيني الرمز البريدي البوست كود بحط الرمز على موقع الخرائط وبيعطينيه هل ممكن ما تجد العنوان في الجي بي اس أي ممكن ممكن أنا الجي بي اس دخلني على قلب غابي ودخلت على قلب غابي أول يعني أنا الجي بي اس عبي إلي طلع من هنا ولقيت في لوحة عبي إلي إنه هنا ما تحب لأ هذا مكان غير مناسب للشاحنات وطلعت دخلت ودخلت ودخل من هنا هذا الشاحن الشركي اللي راي علي موجودي هناك دخلت دخلت غابي غابي وظلام أسود ولا فيه كان هيك الدرب يعني شارع صغير بقررت إنه خلص تلف وارجع بس ما حسن تلف وارجع ما بحسن يعني ما بحسن سوي الترن ضلي ساحب حتى لأي طاءة أو لفي هيك وهيك لفيت هيك على اليسار وبعدين بجعت شوي لورا وبعدين يعني واجهت الأكسسير واجعت أنا راجع الشاحني اللي أنا كنت عبسوقة لشركي يعني تصوير أفلام وكان عنده شاحنات كثير يعني جائن معاي بس أنا كنت سيبقهم واللوائز كانوا الناس عبتلحاني قلت له إنه الطريق غلط قالوا لي طيب أنت شون سوي تيوتر نفي قام قلت له إنه فيك تقطع فوق وسويت تيوتر عم قال لي رجع لفوق أنت ونحن نساوي تقطع ثلون ماشي أنا ساويت ريفيرس أنا وعب أرجع بنفس اللحظة يلي أنا ضربت الحشيش يلي موجود الحشيش الموجود مع الجنب غرصة الشاحن إلى تحت غرئت تقول ما في شي هيك ما شو لغاصة الشاحن إلى تحت ما حسنا أطلع حتى أجد شاحن جاني حتى طرعت نه تسحبونا هذا كنت ماشي عجبية سلام عليكم أخي هل في بريطانيا محتاج سائقين فعلا أم أمر كثير أرجع عيد البس أخي أرجع عيد البس سؤالك جوابنا على بداية البس أحبك في الله أخي طاه لشان مغرب أهلا وسهلا فيك نسوال من كثير أهلا وسهلا فيك أخي بلغ الله فيك أخي كيف نحسب الكنسل تاكس تبع البيت المستقدر لأن لما يرتفع أجر العمل يرتفع القيم الكنسل تاكس ما فهمت العلاقة بينهما أهلا ما في علاقة هو يعبر لك الكنسل تاكس هو على أساس على أساس المي والزبالي والوستووتر كمان مياه الصرف الصحي ثلاث شغلات هذا على أساس الكنسل تاكس على أساس هو ما علاق بالراتب بس أنا الراتب كل ما يرتفع كل مثلا أنا هذا الأسبوع اشتغلت يوم إضافة ارتفع الراتبة هنا البلدية لا راتبك عالي هات أنا كمان ما نفهم مثلك والله يعني ما هذا طيب أنت خلاص حدد سعر أنت ملك وملك الراتبة وهيك خيو وهيك هذا البلد هيك أنا إن شاء الله بكبرساوي فدي بتفصيل عن هذا الموضوع يعني ما بعرف بتاخد مصار من هنا بتعطي من هنا من طرف الثاني السلام عليكم الأمن أدامبرا أو غلاسكو ما يعني هنا وأفضل بالأمن الله ينجح بيعملك إن شاء الله يبعدك من كل شهر يا ريت المقاطع جاية تكون طويلة نستمتع فيها طويلة والله الناس كلها تعب تشتكي يا أخي تعب تقول مقاطعك طويلة مع أنه أنا حاول يعني سوي 10 دقائق مع 10 دقائق أطول فيديوهات تعريبا كان 17 دقائق أظن والله أعلم هل خفت أول مرة تسوء لوحدك هذا كان فكرة في راتي إن سوي فيديو عن هذا الموضوع أول نهار سأت فيه أول يوم كان شغل لي بالشاحنة إن شاء الله رح سوي عن هذا فيديو عن هذا الموضوع المنور أخوي طاهر آلب سهلا فيك أخي يوسف أخي طاهر إذا عملي عبر الأنترنت من خارج بريطانيا هل إذا لابد سجله وإدفع عليه بالضرائب براحتك إنتي إذا عم إيش بجيلك براحتك أو من المفروض إذا عدت عبتك ينعب إذا عبت تشتغل لازم تخبرهم خاصة الأسئلة جوابنا عليك أغلب الأسئلة أو زماو الكل طبعا وزردشنا معكم إن شاء الله ونسأل الله تعالى لنا ولكم الأجر إن شاء الله وإن شاء الله نساوي فيديوهات الوعدناكم فيها وهلأ إلى لقاء وإن شاء الله بس قبل ما سكر حابب أسألكم شو رأيكم نساوي بس مثلا مخصص كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهر مرة كيف كن بأنتو شو بتحبه مثلا إذا كل أسبوع مثلا نساوي مثلا مخصص يوم الأربعاء أو كل أسبوعين أو كل مثلا راس شهر خبروني لأكل تحت بالتعليقات وإن شاء الله منساوي بس نرجو منك فيديوهات أطول سبحان الله إن شاء الله أنا والله كنت مستغرب إنه الناس تطلب فيديوهات أطول أنا فكت إنه بتقلي الناس فيديوهاتها طويلة مملي هيك في لعية بعد التعليقات بس إن شاء الله خير يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم ونصر الله تعالى لنا ولكم الأجر وياريت المان مشترك معنا من القرآن يشترك وياريت كمان لتشارك الفيديوهات لرفعاتكم من شأن تعمل فائدي وأهم شي إذا عندك إيجا شؤال يا أخي حاول تشاهد الفيديوهات القديمة حاول تبحث يعني على الفيديوهات القديمة وإن شاء الله من إن شاء الله إذا ما رأيت جوابك تسألني في التعليقات وإن شاء الله بجوابك أجاني السؤال طاهر بيأخذ منك ضرائم للأدسس أكيد 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 مئ بالمئة عشرين بالمئة بيأخذ مني ولكن الأرباح أنا ساوت فيديو قبل هالمرة موجود عندي على القناة أرباح قليلة جدا بس المعرفة المعدات المشترية كلها أعلى هني بلو عشرين بالمئة ضريبة بس المعدات الدشيرية كلها أكثر بكثير من الأرباح أكثر بكثير تكلفة المعدات أكثر بكثير من الأرباح فلذلك أنا الـ تبعي لسا بالـ وليس بالزائد لهيك ما بيأخذ ضريبة في الدريق كيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء وإن صاحب أنا مشغل من التليفون كان معنا على الباس 55 شخص و 79 لايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بيطمع